وبعد وقوع زلزال القوي قبالة سواحل محافظة فوكوشيما باليابان أجرى مرسل مجموعة سين العلام مقابلة مع السكان المحلين في فوكوشيما والذين تحدثوا عن لحظة وقوع زلزال تبع سرت الأشياء في المنزل وتناثرت وأن الآن طلق جدا بشان محطة الطاقة النووية في فوكوشيما وأشهر أن محطة طاقة النووية مهددة بالخطر عند وقوع زلزال سقطت الكثير من الأشياء منع على رفوف والتحاطمة الخزفيات وبسبب الزلزال انقطعت الكهرباء ولا أستطيع رؤية أي شيء أحز أمر يقلقني للغاية أشعر أن هذا الزلزال أقوى من زلزال 11 من مارس قبل 11 عاما حيث كان ضعيفا في البداية ثم أصبح أقوى لقد تلقينا تحذيرات من تنامي بل أني لا أعرف ما الذي يحدث الآن ترجمة نانسي قنقر